كل الفضايح دي كوم يا حضرات والطريق البلدي بتاع استغلال شباب صغير في عمل دعاية لنائب مطروض من الأمم المتحدة وتغيز الشباب وتقول له قول بقى قول علاء مش عارفين مشهد يكسف اتفرج دول يا مصريين في لندن وقفين قدام مقر بي بي سي بيعولون تضموم مع النائب عمر درويش وضد علاء فتاح فيه كمان دعوات بكرة وبعده لمظاهرات دعامة قدام القنصرات والصفارات المصرية يبدو أن الخواجة ما كانش متصور أنها تفرقع في وشه يولا يولا مظاهرة بقى عاملين مظاهرة في لندن هو قدام بي بي سي شاي حاشدة ولا مش حاشدة اخرس خسئت حاشدة هي بس كل واحد عشان عندنا الناس يقول ليه لا كل واحد ماسك سرطيا لأن احنا لو عندنا الناس كتير يا دوب كان كل واحد يكافي الصور إنما المظاهرة الحاشدة دي يا حضرات المظاهرة الحاشدة الجميلة دي العفوية دي صحبتها مظاهرة تاني جوه المنطقة الخضراء نسمع كده نشوف البنت اللي كانت وقفة في المظاهرة بتقولي مبارح سواب تواجدك هنا ايه؟ عشان نحفظ على البيئة وكده ودد على عبد الفتاح وبندعم عمر عافيسي اسم عمر عافيسي عمر درويش روح كده على قناتي وانا وريتك عمر درويش بالكارنيهات عمر درويش اللي ما سابش مؤتمر إلا ما وراحه ما سابش قوة سياسية لما اشترك فيها عمر درويش خريجي انجليزي وراح ترشح بعد كده في مجلس الشعب بصئة جاب 3000 صوت ولانه كان عدو اتحاد طلبة فرجع اتصالاته بالأمن الوطني نجحوه لما بقى في مستقبل وطن لكن عمر درويش لما لا يعلم كان مع الليبراليين كان مع السلافيين وعندي صورة لكرنيه في حزب الحرية والعدالة عرضت كل ده على قناتي على يتيوب ده عمر درويش الواقف ينتع أكل على كل المواعد إيه المائدة اللي شغالة ينط فيها لكن اعتراف هو ابن الأمن الوطني وتعليقا على الفيديو الهزق ده الأستاذ جمال سلطان كتب البوست ده كتب بيكلم على المخابرات المصرية في تصميم وإخراج المواقف الاحتاجية تشرف على خطين انتاج خط انتاج محلي للتسويق الداخلي وخط انتاج خارجي للتسويق الدولي أهم دي صور العيال اللي راحوا جابوها من المدارس مش شاهمة ليه لما وقفوهم مبارح عشان تضامنا مع عمر درويش ودي صور الستات اللي بيطلعوها في مزارات بمئتين جنيه ويهزقوهم قدام دار القضاء العالي أو في ميدان التحرير أو عند موقع في عبود ويلبسوهم الجزء من البيادع كده عشان تطلع تقول الستات دي النهاردة يا ترى عايشين ولا لا لكن المؤكد انهم دايقين المرار الطافح بعد كل الفضايح دي ما تجيش تقولي انتو مش بتتكلموا في المناخ ليه